الآهل النهاردة استقنف تدريباته بعد الفوز على الدخلية بالأمس بهدفهن مقابل لاشيء في مباراة دور الستاشر ماتش كان صعب لأن ماتشات الكاز دايما بيبقى فيها مفاجئات ولكن الآهل مبارح كولر لعب بالتشكيلة الأساسية كولر كان حريص أنه يلعب مباراة الدخلية بالتشكيلة الأساسية كل الكلام اللي تقال عصل فرقة الدخلية مش منها لعبة كتيرة على عبدالعال قدم استقالة راح يشتغل في الجونة كل التفاصيل دي الآهل ما اشتغلش عليها الآهل كان داخل مباراة بالفول تيم بالتشكيلة الأساسية بدليل بص على خط اللجوم تاو الشحات كهرباء حارس المرمى محمد الشناوي الماتش مبارح كان مع عرب شوية بس قدر الآهل بهدفين مقابل لاشيء يقتنس الفوز والتأهل لمواجهة المصر هدفي لبيرس تاو ومحمد مجدي أفش طيب دي مباراة الدخلية ماتش المصري آخر ماتش للفريق السنة دي في الموسم لأن بعدها فيه أجازة وراحة سلبية خلال الفترة اللي جاي النهاردة أول تدريب من النهاردة اليوم الخميس فيه برنامج تدريبي أعدوا مرس القولر كل التفاصيل دي بالتأكيد أنا أعرفها من خلال زمينا كريم أحمد موفد قناة الآلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الآلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل التفاصيل كريم مسائل فل عليك ازايك مسائل خير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الآلي آخر الأخبار عندك بقى والنهاردة أول تدريب بعد مباراة الداخلية وأكيد تفاصيل كتير عايزيني أعرف ماتش المصري الآلي باستعدله إزاي البرنامج التدريبي من النهاردة لغاية معادة المباراة من الخميس بعد ماتش المصري كولر بيحضر إزاي للموسم الجديد فيه راحة سلبية مدتها قد إيه كل الأخبار بالتأكيد بانخلاك أنا أعرفها وكل جمهور الأهلم استني يسمع منك كل الجديد اتفضل بالتأكيد طبعا محمد طبعا أكيد لابد أن احنا نبارك للنادي الآلي على مباراة الأمس زي ما أنت قلت محمد مباراة الكاس يعني مباراة النوك أو التحديدا فيها مفاجآت كثيرة لكن ممكن مستر كولر كالعادة كان عنده اتقان كبير جدا في التشكيل استخدم كل العناصر أنت عارف طبعا سيد الكولير الحربية نادي الداخلية الإسلوب طبعا الخططي اللي بيلعب به سواء مع الكابتن علي عبدالعال أو مع أي مدير فني تضييق مساحات أمور عديدة جدا عشان كده شفنا الحقيقة صعوبة المباراة لكن الحمد لله يمكن تحقي الهدف المطلوب في هذا التوقيت وفي نهاية الموسم وفي الموسم الحقيقة اللي يعني كل لعبة النادي الأهلي يعني بتقول يا رب الموسم يخلص عايزين شوف الموسم هينتهي إمتى لأن تعارف محمد يعني أما العيب يوصل لمرحلة التشبع في كرة القدم في التدريبات كل 48 ساعة مباراة كل 48 ساعة معسكر تدريبات يومية أمور الحقيقة يعني كالناس بعيدة شوية اللي بتتابع لكن احنا يمكنش عن متواجدين عن قرب بنسمع طبعا بعض الأحديث اللعيبة الكل عايز ينطلق ياخد أجازة رايح عشان كده إن شاء الله بإذن الله بنتمنى مباراة المصري بإذن الله نادي الأهلي ينهيها بكل الجدية وبالنتيجة المطلوبة بالأداء المعتاد لفريق النادي الأهلي نعرفين طبعا المباراة يكون يوم الخميس فيها السادسة مساءنا الأستاد برج العرب وهي المباراة الأخيرة قبل التوقف إن شاء الله بإذن الله فإن شاء الله مستر كولر كعته واللي احنا شايفينه الراجل أيضا مباراة المصري هتكون وده أمر مهم جدا إن انت تفنش الدورة وتفنش الكاس بالظهور المميز جدا في نقطة مهمة جدا بعض اللعيبة مجهدة بشكل كبير جدا محمد يعني ده أمر مهم جدا جدا الراجل بيحاول أنه يعمل روتيشن لكن في نفس الوقت فيه إجهاد كبير جدا على العيبة لكن في نفس الوقت خلاص يمكن ده الأمر المعتاد إحنا قدامنا ثلاث يام خلاص وكل العيبة إن شاء الله بإذن الله يكون في أجازة لكن التحضيرات مهمة جدا لمباراة المصري كمان في مباراة الكاس ما بتقابل نادي المصري في الطلط الدوري ممكن يبقى عندك مرحلة تعايد لكن مباراة الكاس مختلفة بشكل كبير فإن شاء الله بإذن الله ميستر كولر قعد يكون موفق جدا في التحضير الذهني والنفسي والبدني أيضا كمان لفريق المصري التدريب فريق نادي الأهلي النهاردة محمد يكون في تمام الساعة السادسة مساء وده أمر يمكن درجة الحرارة مش عالي أو طبعا على مدار الأيام الموضية فإن شاء الله بإذن الله ما يطاولش التدريب ساعة بيبقى متواجد ستة لكن مع درجة الحرارة ميستر كولر بيدي محاضرة تصل لخمسة واربعين ديئة عشان يكون متواجد شوية في الساعة سبعة الوربع لكن إن شاء الله بإذن الله ينطلق تدريب فريق نادي الأهلي في تمام السادسة استعدادات الحمد لله بالنسبة لفريق نادي الأهلي مهمة حابين نطام النهاردة إن شاء الله منتظرين نشوف محمد شريف في التدريبات محمد غاب عن المباراة الأخيرة أو عن التدريبات الجمعية إن شاء الله يكون في فحص طب لي الوقوف على الدفع بيب في القائمة استمرار متولي والسلية في التأهيل في تأني كبير في كل مرة بنقول هذا الأمر في الدفع باللعيبة اللي راجع من إصابة وكمان مع مباراة المصري هي المباراة الأخيرة فيمكن هيكون في تأني بشكل كبير جدا الحقيقة على متولي والسلية لكن هو محمد شريف إن شاء الله اللي بننتظر نشوفه في تدريبه اليوم عشان تكون فرصة أخيرة لمحمد إن شاء الله يتواجد فيه مباراة المصري نقطة المهمة جدا محمد وهي عقب انتهاء مباراة المصري من خلال معلوماتنا مستر كولر طبعا يمكن حصل على موافق أنه يكون متواجد في سويسرا لي قضاء الأجازة والعيبة النادي الأهلي يمكن أن تأخذ أجازة تصل لعشرين يوم محمد هتكون أجازة مهمة جدا أيام لابد لعيبة النادي الأهلي أن هي يعني فضي زينها بشكل كبير جدا من كل التدريبات ومن كل المباراة وكل الأمور دي عشان يبقى راجع على الموسم القادم بكل جدية ده أمر مهم جدا الأجازة بتبقى أسبوعين لكن احنا متعودين في نهاية كل موسم بتمتد لمدة عشرين يوم فيمكن ده القرار اللي تم الاتخاذه من الجهاز الإداري كابساد عبد الحفيز مستر كولر الجهاز الفني بالكامل لكن زي ما بقول لك يا محمد هي النقطة المهمة جدا أنت تفنش الدوري أو الكاس بمباراة المصري بفوز وبأداء وبنتيجة بنتظرها بالتأكيد كل جمهور النادي الأهلي يعني بتكلم في تلت أسابيع أجازة يا كريم بعد مطش المصري بالتأكيد آه يعني تصل لتلت أسابيع بالتأكيد يا محمد تصل لتلت أسابيع زي ما بقول لك اللعبة متشبعة بشكل كبير جدا كل عايز صف زهنه وممكن دي فرصة مهمة جدا كمان أنت هتخش على موسم قادم مليئ بالمباريات مليئ بالبطولات محتاج كل الجهدة وكل التركيز يكون فيه يعني الزهن زي ما بقول الزهن فاضي خالص لابد أن أنت تريح نفسك ما يبقاش فيه أي تفكير لابد أن أنت تخش الموسم بكل جديد وهو ممكن قادر النادي الآلي في هذا الأمر عشان كده إن شاء الله بإذن الله يارب يكون التدعمات اللي ممكن بيقوم بها مجلس إصدارة النادي الآلي والصفقات تكون موفقة بشكل كبير جدا لعبتنا أيضا كمان الرجعة من الأعارة يكون فيه استفادة بشكل كبير جدا لها في الموسم القادم سكوادي اللي معانا أمر مهم جدا أن أنت تركز على الفترة اللي جاية عندنا تيم مميز عندنا لعيبة كبار عندنا عقليات مهمة جدا عندنا مدير فني وجهاز فني على أعلى مستوى عشان كده طمعين الموسم القادم إن احنا نحقق أكتر من كده محمد وإن شاء الله النادي الآلي يستطيع أن يصعد كل جمهور النادي الآلي خلال الموسم القادم زي مننا كريم أحمد مفد قناة الآلي بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإيضاحات كلمنا على موقف محمد شريف هيحاوله وطمئنه عشان يشوفه موقفه ماتش المصري الأجازة والراحة وده خبر مهم جدا بنتكلم يعني عشرين وواحد وعشرين يوم أجازة ده ما حصلتش من فترة طويلة جدا يعني ده شيء رائع جدا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني في التحديل الموسم اللي جاي